نرى بعض الاعداد من الاصرح الرابع من رسالة القديس بولوس الرسول الاهل في لبي افرحه في الرب كل حين واقول ايضا افرحه ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس الرب قريب لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم تلباطكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع وللهنا المجد الدائم الى الاباد امين موضوعنا النهاردة عن الفرح بالرب وطبعا انتوا اجتماع اسره فيكني يعني التركيز على الاسره الحياة المسيحية بوجه نعام هي حياة فرح زي ما القديس بولوس الرسول كتب افرحه في الرب كل حين واقول ايضا افرحه وهنا نلاحظ انه كلمة الفرح هنا هي فرح في الرب لان طبعا العالم ممكن يكون فيه فرح لكن الفرح في الرب يختلف لانه يكون اساسه هو الرب لذلك قال كل حين طبعا ليس لانه كل حين وضع كويس يعني فيه انسان بيفرح في يوم كويس فيه نجاح فيه تحقيق شيء اشتهى انه هو يحققه وفيه اوقات بيواجه يعني اخفاق فيه يحزن لذلك كل انسان في حياتنا بيمروا بكده وبكده لكن كلمة في كل حين لانه الفرح في الرب بيكون فرح ثابت مش لانه الظروف ثابتة ولكن لان الله ثابت لذلك الفرح فيه بيكون فرح ثابت الاسرة المسيحية هي اسرة فارحة لان هي بتأسيس الاسرة في يوم تأسيسه هو يوم فرح بنسميه فرح بيكده ان عمل فرح وبنسميه اكليل وكلمة اكليل جاية من فرح والكنيسة هي الاسرة هي كنيسة صغيرة فيها سلام وفيها هدوء والبيت المسيحي مفروض بيكون بيت هادي تغفرف عليه السلام ويكون بيت فرح لكن كتير ما احنا بنسمع ان واحد لما تيجي تسأله كده بعد ما هتجوز هل انت سعيد في حياتك الزوجية معرفش انتو كل واحد هتجوز سؤال ازاي لكن ساعات نسأل واحد يقول اوكي اتنوط باد او اقولك طب هنعمل ايه قلاء وقضى او ربنا اللي يسامحوا اللي كان السبب او يبتدي يشكي لكن نادر ما حد يكلمك يعني عن ايه او ده اللي احنا بنشوفه ويمكن احنا بيجناش الناس الفرحين يعني فعايزين نتكلم على ايه بعض الاسباب اللي هي ممكن تذهب الفرح من الاسرة وازاي نعليك طبعا هناك اسباب كتيرة وانتو يعني تعرفوا بعض منها لكن انا هاكلمكم على يعني بعض الاسباب بالنسبة للاسرة المتدينة انا مش هقول لما الخاطئة تخش في البيت او الزوج ينحرف او يبقى له علاقة مع حد لا انا هكلم على الاسرة المتدينة انما الفهم الخاطئ للوصية او العلاقات الزوجية ممكن يؤدي الى غياب الفرح في داخل الاسرة وزي ما احنا بنتكلم على انه المكان اللي بيبقى فيه سلام وفيه فرح بيبقى مكان مقبول الناس بتقبل عليه لكن لما الفرح يذهب من البيت بتذهب معاه الهجرة دائما الواحد بيهاجر من المكان اللي ما بيبقاش فرحان فيه وشاكده من ضمن اسباب الطلاق او الانفصال اللي بتحصل انه ما بقاش فيه فرح في البيت او غياب السلام او حتى بالنسبة للابناء يعني مثلا فيه ابناء بيسيبوا البيت محابوش يعودوا في البيت بسبب ان البيت ما عادش فيه فرح ما عادش فيه سلام يا اما يعني بيفضلوا ان هما يسكنوا في مكان بعيد لما تتاح لهم الفرصة يعني خصوات لما يخشوا الجامعة او البنت مثلا او فرصة جواز بالنسبة لها ساعة بيكون الدافع هو انها تبعد عن البيت اللي ما فيهوش فرح وغياب الفرح في البيت لو ان احنا بنقول السبب عشان نعالجه هو ممكن يكون سبب الزوج وممكن تكون سبب الزوج يعني بلاش نقول ان فيه واحد بس هو اللي مسؤول وهو سبب او هو اللي عليه المسئولية ان يحافظ على الفرح في داخل البيت وايضا فاذا هي مسئولية مشتركة وممكن تكون الاسباب اسباب مشتركة وكده انا اقول بعض الاسباب من ناحية الزوج وبعض الاسباب اللي ممكن تكون من ناحية الزوج من ناحية الزوج نبتدي بالزوج من ناحية الزوج الزوج حينما يفهم ما ذكره الكتاب المقدس عن ان الرجل هو رأس المرأة ويتحول يختلط هذا المفهوم الخاطئ مع بعض المفاهيم المتوارثة بانه بانه الرجل يكون رجل في البيت لما يكون متسلط متحكم يبتدي يمارس هذه الرجولة على زوجته وذات انه هو وذات لو كان تغبى في بيت انه الرجل هو المتسلط وانه الزوجة يعني ملهاش دور او ملهاش كلمة في البيت واحيانا الناس تركز على ما ذكر عن صارة وانها كانت تدعو ابراهيم سيدي ويبتدي وده ده الحاجة الوحيدة اللي بياخدها من الوصية بدون ما يفهم ايه مفهوم الخضوع وما المقصود به فده بيؤدي الى بعض الاشياء اللي ممكن تكون موجودة في البيت نتيجة هذا الفهم الخاطئ لموضوع ان الرجل رأس المرأة او ان الزوجة لابد ان تكون خضاعة لزوجها وان الكنيسة بتوصيها ان هي تدعوه سيدي وفي الحقيقة الوصية ما بتقولش كده يعني الوصية للزوجة ما بتقولش للزوجة ادعي زوجك سيدي بتقول لها احترمي زوجك زي ما كانت صارة بتحترم ابراهيم وبتساميه سيدي يعني دي كانت علامة من علامات الاحترام لكن ممكن واحدة تقول لزوجها سيدي بنعم السخرية يعني بالشرط ان العبارة نفسها او الكلمة نفسها تعبر عن نعم الاحترام انما المهم الوضع اللي موجود هو هو الاحترام ودي هنيجي لسه فيها لابنين نتكلم على الزوجة فالزوج لما يفهم الوسيط انه رأس المرأة بنوع من التسلط فممكن يلغي شخصية زوجته يعني بتبقى الزوجة ملهاش رأي في حاجة يعني وصفتها انها تتلقى التعليمات والاوامر فبالتالي الوضع ده ما بيقديش الى نعم الفرح انه حتى لو كانت يعني هتطيع كنعم الخوف بالذات لو كان يعني زوج عنيف عنيف في كلامه او عنيف في اسلوبه فالخوف لا يسبب فرح لانه الفرح والخوف لا يرتبطوا ببعضهم على الاطلاق او يكون الزوج عنده مفهوم انه دور الزوجة انها تريح زوجها تريحه وتسعده طب هو دوره ايه يعني هل هو ليه نفس الدور يعني في المسيحية دايما كل الوصاية بالنسبة للزوجين بتبقى متبادلة يعني بيطلب من الزوج حاجة تطلب من الزوج حاجة من الزوج حاجة تاني ما بتحطش المسئولية على طرف واحد فهنا الشخص المفروض انه كل شخص يعمل على اسعاد الاخ وربنا لما خلق حواء الخلق لها معينة نظيره يعني ادى مبدأ المساواة لانما المساواة دي فقدت او او العلاقة المساواة دي فقدت بعد السقوط فاصبح علاقة صراعة مين يتحكم في التاني لكن الصورة الاولانية صورة مختلفة وصورة كان فيها سعادة يعني لما ربنا خلق حواء خلقها لان كان فيه احتياج عند آدم ولما ربنا قدم حواء لآدم آدم انبسط وقال عليها انها هزه تضع امرأة لانها من امرئ اخذت يعني حس ان هي جزء منه وده مفهوم الزواج المسيح ان الاثنين يصيروا جسدا واحد لما اخذنا مثل الجسد الواحد الجسد يعني انا اجد ان الاعضاء في الجسد ما فيش اعضاء اعمالها ان هي تريح الاعضاء الاخرى لكن الاعضاء كلها بتتعاون مع بعضها يعني جسمك بسدائش تقول مثلا رجلك شيلك صح رجلك شيلك بس رجلك ما تقدرش تشيلك بدون ما القلب ساعتها ان لو القلب ما تضخلهاش دم مش هتعف تشيلك بدون ما يكون الظهر سليم لان لو الظهر مس سليم الاجلي مش هتعف تشيلي الواحد وهكذا فايزا الجسد فكرة الجسد الواحد هو ان الاعضاء بتتعاون مع بعضها ما فيش عضو بيبقى عليه هو المسئولية الكامل كمان ايضا مفهوم التسلط ممكن يكون فيه نوع من التحكم يعني طبعا مهم ان الزوج يعرف مثلا زوجته بتروح فين بتعمل ايه بتشتغل ايه يعني فيه فيه فرق بين تبادل المعلومات والمعرفة وبين التحكم الشديد يعني احيانا توصل دي الى نوع من التحكم الشديد اللي ممكن يبقى فيه نوع من الخانقة كده يعني بتعرفش تعمل اي حاجة غير لازم يعني لما تستأذن واحنا بنشوف امثلة كتير لنوع من التسلط الشديد ونوع من من التحكم اللي فيه اللي هو نقول عليه كتم النفس كتم على نفس هكي طبعا لازم فيه فرق بين ان يبقى فيه معرفة وتبادل مع بعض بس برضو كل واحد ليه خصوصيته يعني الزواج لا يلغي خصوصيت الشخص لا يلغي خصوصيت الشخص فكل واحد برضو له خصوصيته وله دائرة خاصة به من حقه ان يتمتع بالحرية في داخل هذه الدائرة يعني الزواج بيقيد حرية الواحد بس ما بيغيهاش ففي مساحة من الحرية مفروض تكون في حياة الزوجة وايضا في الزوج احيانا بتقول على النحية التانية بس احنا لسا جايين على الزوجة بعد شوية كمان ايضا ان الزوج احيانا يفصل زوجته عن عالمها الخارج يعني عن اسرتها وعن اصدقائها وعن يعني حتى بالنسبة لعمالها وساعات يجبرها ان هي تسيب شغلها او ما تحققش طموحها مثلا من ناحية شغلها فكل دي بتخلي ما فيش نوع من الفرح الانسان اللي بيلاقي نفسه مضغوط مش يكون فرحان او عدم احترام عدم احترام الزوجة الزوج المسؤول هو يحترم زوجته وبذات الاحترام امام الاولاد وممكن التسلط ده يدي نوع من الازاء النفس النفسي يعني ساعات يبقى فيه زعي فيه اهانة فيه شتائم طبعا احيانا بيؤدي الى ازاء جسدي كمان شكده بتيجى حالات domestic violence والضغب هاجات دي يعني او التسلط الجسدي نتيجة الفهم الخاطئ للآية اللي بتقال ليهم في الزواج وهي مأخوزة من مرسالة القديس بولوس الرسول الى اهل كورنسوس صح السابع الليس للمرأة تصلل على جسادها بل للرجل ف احيانا ان الزوج يفهم الاية دي انه هو من حقه ان الزوج تشبع له رغباته الجنسية في اي وقت يريده وباي طريقة يريدها وبالتالي ممكن يكبرها على ممارسات خاطئة ويعتقد انه ودم هما متزوجين يبقى هو له كل الحق بالنسبة للتسلط على جسد زوجاته لكن طبعا بينسى المص التاني من الآية اللي هو وكذلك الرجل ليس له تسلط على جسده بل للمرأة يعني المص التاني من الآية ولكن دي ليس معناها الانحرافات الجنسية حتى ولا بموافقة حتى لو وفقوا عليها لكن برضو تعتبر خطأ لانه ربنا رتب سر الزيجة او الزواج وعمل له نظام وذلك الخروج عن هذا النظام هو يعتبر خروج عن وسيط الله من ناحية الزواج طبعا نتيجة كل دي بيقدي الى نوع من الخوف والرعب والجو المفروس سلام مفروس طمأنينة وممكن تلاقي الزوجة بتخاف من جزء المتصل ده وطبعا بتستريح في عدم وجوده كذا بناجد كتير مثلا في حالات ما بتصدق مثلا الزوجة ان هو مش موجود وسعات نستغرب ان فيه ناس عاشوا مع بعض مثلا سنين طويلة وبعد مثلا 30 سنة جايين يطلبوا جايين للمجلس الإكلريكي يعني انتوا كنتوا فين في الثلاثين سنة دي يعني في الثلاثين سنة دول كانوا مشغولين عن بعض هو مجغول الكبرو وهو طلع معاش وبقى وشون في وش بعض بيبتدي مشاكلة مثلا في فترة اللوكداون بتاع كوفيد دي حصلت حكتين بعض الأسر مشاكلهم زالت وبعض الأسر ارتبطوا ببعض أكتر يعني تلاقي الحكتين موجودين تلاقي أسرة قول يا دي كانت فرصة طيبة ان احنا نعرف بعض ونقرب وفي أسر تانية يا احنا ما كناش يعني مش طيقين يعضوا مع بعض يعني بينا وشنا في وش بعض على طول فبيلقوا حاجة يعملوها غيرين هم يتخنقوا فده يعني كشفت لنا أو بعض الأسر كشفت هذه الحاجة ودي بتبان أكتر زي ما بنقول في لما الواحد بيتقدم في الزواج بتمروا السنوات والعيال بيجبروا ويمشوا فالبيت هيفضع عليهم بيقوا هما الاتنين فساعة نقول لهم ده يعني شهر عسل جديد يضحكوا عسل يوب وفي ناس العكس يعني في ناس يعني ذلك لما بيكون في فرح وسلام في البيت بالعكس يقول لك يعني يحس ان هما مش بس زوجين دو الأصدقاء دائما الانسان بيبقى مبسوط ان يقعد مع صديقه يعني الزوج الناجح اللي هو يشعر انه زوجته دي مش بس زوجته دي صديقته كمان يعني والعكس طيب نتيجة ده النتيجة طيب ايه العلاج العلاج هو المفهوم الصح لهذه الآية الكتاب مقدس قال انه ان الرجل رأس المرأة كما ان المسيح هو رأس الكنيسة ساعت بناخد حتة من الآية ونسيب الآية الجزء التاني وقال اما رأس المسيح فهو الله طيب لو احنا اخذنا الآية دي في كمالتها هل المسيح رأس الكنيسة بمعنى التسلط ده هو بزن نفسه لأجله يعني ده مفهوم الرأس مفهوم الرأس القيادة هو القيادة البازلة السيد المسيح لما تكلم على كيف كيف يكون الانسان عظيم قال ان طريق العظمة هو طريق الخدمة أن من أراد أن يكون أولا فليكن آخر الكل وخادب للكل والسيد المسيح قدم المسيح ده يعني قبل من أن يطلب من الكنيسة أن تخضع عليه هو بزل نفسه لأجله ذلك كمالة الوصيقة يا وجل أحب نسيقكم كما أحب المسيح الكنيسة هو بزل نفسه لأجلها فإذا لو احنا فهمنا أو كل رجل فهم هذه الآية بهذا المفهوم واستكمل بقية الآيات يعني مثلا في أيضا رسالة كولوسي قال أيها الرجال أحب نسيقكم ولا تكونوا قصاه عليهم قدم القسر بعدين فيه وصية مهمة أوصاها القديس بطرس في رسالته قال كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف معطينا أيهن كرامة كالورسات أيضا نعمة الحياة كي لا تعاق صلواتكم يعني وهنا أستخدم كلمة الفطنة فطنة يعني الحكمة يعني إيه الحكمة أول حاجة الكرامة يعني قال إن هم معطيهن الكرامة كرامة كإيه كورسات نعمة الحياة يعني هنا فيش أعظم كرامة من كده يعني الكرامة إنها ورسة نعمة الحياة يعني هي ورسة للملكوت زيك بالظبط هنا الفطنة وبعدين قال معطيهن الكرامة يعني الوحيد لما يكرم زوجته وبيكرم نفسه الفطنة هنا اللي هي الحكمة الحكمة ليه لأنه الصفات رجل غير صفات المرأة بواكه نعم بعد كي لما الواحد بيتزوج نعم بيختار واحدة بشوف فيها حاجات كويسة وبعدين بعد ما يتجوز بتدي يكتشف حاجات يعني حاجات كويسة أكتر وحاجات مش كويسة يعني بتدي يكتشف حاجات هنا الحكمة حكمة أنه زنة تبني على الإيجابي وتتجنى بالسلبي لكن لو الإنسان عاش في خيال لأن عايز حاجة تبقى كده طب دي مش موجودة الواقع غير اللي انت تتخيله لازم الإنسان يحط نفسه في مكان الشخص ده بس ومش يقدر يعمل حاجة لأي شخص إلا كان بيحبه إيه اللي يخلي الواحد يحتم الواحد إلا لو كان فيه محبة حقيقية موجودة فممكن الراجل يذخر من بعض الصفات في المرأة يعني بدل ما يبني عليها يقولك دول لهم ضعيف دول يعني انفعاليين ما هو لك مش قولك الأضعف هي كلمة الأضعف دي فأم أضعف بدنيا ولو يعني فيه ثات يعني لسه كان عندي واحد بشكل من إزاي مراته من يوم ما تجوز وهي بتضرب فيه ضرب يعني ضرب يكتعب منها ولما تيجي تضرب ابنه ابنه يستنجد بي يقول أنا بخاف لأحسن أقول أنا مش قادر أساعدك لتضرب زيك ربنا يخلي الكاراتير والمكتير نوع دي استثناءات يعني دي استثناء فعايز أقول إنه الإنسان الفطنة هي إن الإنسان إزاي يعرف الشخص اللي قدام وإزاي إن هو يعني يقدر إنه يبني على الحاجات الإيجابية في الشخص اللي قدام نيجي بالنسبة للزوجة بقى الزوجة ممكن تكون هي سبب في غياب الفرح من البيت لما تكون في زوجة المدللة يعني واحدة تحب تربط مثلا بطريقة معينة وكانوا بيمدلعينها واللي عايزة بيجوهولها ففتكرت الحياة كده يعني فلما تتجوز فكرة إن يعني جوزها لو بيحبها بصحيح لازم يجيب لها كل حاجة عايزها وطبعا جوزها الغالبان ده بيحاول طبعا يعمل كده ويشتغل شغلان أو اتنين وثلاثة بس هي طلباتها لا تنتهي فبالتالي ما بتبقاش مبسوطة مهما عمل برضو حسة إن هي يعني يعني إنه مش مقدرها وما بيجيب لهاش اللي هي عايزها طبعا هنا لإن هنا في مفهوم خطأ لإنه مسؤولية الرجل من ناحية أسرته ومن ناحية زوجته فلما ربنا خلق حواء قال لكي تكون معينة له ذلك لما تقرب في أمثال 31 بتكلم على المرأة الفاضلة وإدى أمثال المرأة الفاضلة إنها بتساعد جزها بتساعد جزها في إنها بتختار حقله بيثمر بتصنع عليه أقمصها وبتبيحها يعني مش واحدة مدللة مستنية جزها يجب لها كل حاجة لكن واحدة تستطيع أنها تتحمل المسؤولية النوع التاني اللي هو ممكن للإصراف يعني ساعات في زورة تكون مصرفة عندها تحب تصرف تحب تشتري حاجات فبالتالي بترهق زوجها وبترهق البيت وممكن دي تسبب نوع من الضغوط على البيت فبيبقوا برضو ما فيش نوع من السعادة لأن لما بيكون فيه احتياجات أخرى ولكن الزوجة نتيجة محبتها للصرف والشوبينج والحاجات دي ف بتأثر على البيت يعني طبعا الحاجة المشهورة حكاية النكد دي طبعا النكد ممكن يجي من الرجل أو من الست لكن يعني فعاوزين نعرف ايه هو النكد يعني النكد مش هو الشكوى لأن ممكن واحد يشتيك من حاجة تكون حقيقية لكن النكد هو الشكوى من حاجة ما تستحقش الشكوى يعني مثلا طلعين يتفسحوا مثلا ومبسطين بعدين نسيت حاجة يا بتقعد هي متضايقة ومتنكدة ومتنكدة عليهم في الطلعة دي في الفسحة دي هممكن تعديها يعني منقص لكن ساعات الست لأنها بتركز على حاجات دقيقة يعني الست بتمتاز بأن لها نظرة كده يعني يعني تلمح الحاجة زي ما بتلمح الحاجة الكويسة بتلمح الحاجة اللي مش كويسة برضو يعني ممكن حاجات تعدي على الزوج وفيه حاجات بالنسبة لها مهمة جدا وبالنسبة لزوجها مش حاسس ان ايه اهمية الموضوع ده يعني فيحصل نوع من النكد نتيجة كده فالنكد ده بيتعب البيت وطبعا بيطلع الفرح من البيت لأنه يعني كل حاجة يجوا يعملوها أكيد هتطلع حاجة مقصة حاجة مش مظبوطة فبالتالي رقاش فيه فرح في البيت ويمكن اكبر مسأل في الكتاب المقدس للزوجة النكادية هي زوجة ايوب يعني الراجل مستريح ومحتمل وهي تقول له ايه بارك الله ومت قال له الى مات هتتمسك بكمالك يعني هي ما عانيتش من حاجة ده هو اللي بيعاني والراجل المحتمل وبيقول الرب اعطى ورب اخص يكن اسم الرب مبارك هي لازم تنكد عليه وتقول له يعني الى مات انت متمسك بكمالك بارك الله ومت اخص 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 ايوب كل حاجة مع ده يعني جزء من الجزء من التجوه حاجة حاجة التانية او التالتة العصبية يعني فيه ساعات ست تلاقيها عصبية زع كتير نرفس كتير تشخط يعني يعني يقولك ده مفروض الست يعني تمتس بالرقة بالكلمة الطيبة فلما يعني فلما تكون هي اللي بتزعق وهي اللي بتشخط وهي اللي بتعمل فتبعا دي يعني بتخلق جو في البيت مفروش فرح وبالذات ان الزوج مهما كان مقدارش يجريها في الزعيق والشخيط يعني يعني زوج من سوق حظه مراته من النوع ده فلابد ان يسكت لان لو دخل معها هو الخاسر والجيران هيجيب لهم البوليس فلازم يعني يوسع مخه ويسكت ويسيب البيت لحد ما تهدى وبعدين يبقى يتكلم فالعصبية دي وممكن العصبية دي تؤدي الى العنف وانا قدتكم مثل احنا بنشوف حالة دلوقتي يعني احيانا دلوقتي مش بس من الزوج احيانا بتكون من الزوج او بتكون عنيفة على الاولاد بس العنف على الاولاد هيطفش الولاد النوع التاني لما تكون الزوجة بتفهم المساواة بطريقة خاطئة يعني تفهم المساواة ان من حقها تروح وقت ما تروح ترجع وقت ما ترجع تعمل وقت ما تعمل ده حقها لانها زيها زي زوجها تنسميها الزوجة المتمردة وطبعا لما لما يكون الوضع ده ما بيخلقش نوع من الفرح في البيت يبقى نوع من الصغار وزي ما قال القديس بولوس ليس رجل دون المرأة ولا المرأة دون الرجل في الرب لان كما ان المرأة من الرجل هكذا ايضا بالمرأة الرجل بالمرأة ولكن جميع اشياء هي من الله في نوع تاني اللي هو ممكن الزوجة المسيطرة يعني ساعة السيطرة بتكون من ناحية الزوج بكون الرجل ليس له اي ضغ في البيت يعني بقوده بس كان مثلا بيجيب شوية فلوس او حاجة لكن ليس له اي كلمة في البيت وللأسف النموذج ده بيزيد يعني يعني ضغ الرجل بيقل دلوقتي يعني في المجتمع للأسف انه ضغ الرجل ف بيحصل خلل في البيت خلل يعني ربنا خلق رجل وخلق امرأة وخلق اللي ده ضغ وعمل اللي ده ضغ فلما الموضوع ده يختل فالبيت بيختل وحتى لو مشوا نفسهم كده بيختل بالنسبة لأولادهم لأنه بيطلعوا يفتكروا كده يعني واحدة مثلا تطلع تفتكر انه البيت كده انها تكون متسلطة وراجل ده مالوش كلمة وإلا يعني العواقب ما بتبقى السليمة فهنا النوع ده ما بيخلقش نوع من الفرح في البيت النوع الآخر اللي هو الزوجة الممتنعة ساعات الزوجة يعني لما يكون يعني لها يعني طلب في حاجة بتحب تضغط على جزها ساعات تستخدم العلاقات الجسدية كنوع من الضغط ودي بقى بتدخلها في مشكلة كبيرة تخلق مشكلة كبيرة داخل الأسرة انه طبعا الجو المحبة والجو السلام بيخلي العلاقات الجسدية يعني العلاقات الجسدية دي فيها يعني بعد إنسان فيها إنسان إنسان يختلف عن الكائنات الأخرى لكن استخدام السلاح ده كسلاح للضغط على الزوك بيدخل الزوك في مشاكل كتيرة وممكن تؤدي إلى يعني بالذات إن الزوك طبعا هيبقى بالنسبة له بيحس إنه قرمته إنه مش هيطلب حاجة زي كده ويعني بنخش في مشاكل كبيرة ممكن تؤدي إلى إنهيار الأسرة والقديس بولوس الرسول كان له بروح القدس وصية واضحة بهذا الموضوع بهذا الموضوع في كورنسس الأولى سابعة ألا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على الموافقة إلى حين لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون بموافقة على إلى حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاة ثم تكتمعوا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدد نزهتكم الحاجة التي الكنيسة لا تتدخل فيها وتركتها للحرية الشخصية بين الزوجين هي العلاقة بينهم من بعض هم اللي يحددوها هم اللي يحددوها يعني لا تجبرهم على سواء في علاقة أو ما فيش علاقة لكن الشيء اللي تؤكد على الكتابة المقدس هي الموافقة أن يكون بموافقة أي موافقة مين موافقتهم مش موافقة قبل اعتراف ولا موافقة الكنيسة يعني ليس للكنيسة الحق إنها تقول لزوجها تمتنع عن زوجها ولا تقول لزوجها تمتنع عن زوجها بالعكس تقول لو أنتم عايزين عشان تصوموا وتتناولوا اتفقوا مع بعض لو ما قدرتوش مش هادروا تتناولوا يعني هنا قد إيه إن هذا الأمر كتاب المقدس بيؤكد فيه على عنصر الموافقة لذلك استخدام هذا الأمر كوسيلة للضغط سواء من هذا أو ذاك الرجل أو المرأة يمثل خروج عن مفهوم الأسرة أو المفهوم المسيحي للأسرة حتى لو كان بسبب النسك أو الصوم أو العبادة لابد أن يكون بموافقة لأن اللي عايز يعيش حياة النسك دي ما يتجاوز يعني ما فيهش حد يتجاوز وبعد يقول بعد ما تجاوزنا خلاص أنا يعني مش عايز يبقى فيه علاقات لو اتفقوا على بعض لو اتفقوا مع بعض اتفقوا فدي برضو نقطة لأن للأسف ساعات إحنا يعني بنشوفها وتكون سبب فيه مشاكل بين الأسرة طبعا نتيجة كل ده نتيجة كل الحاجات اللي احنا قلناها دي يعني ما بيبقاش فيه جو من الفرح والسلام في داخل البيت وممكن الزوج يسيب البيت ممكن ينحرف ممكن العنف ده يبقى جزء من الحياة في البيت ممكن يؤدي إلى الأولاد كمان يتركوا البيت والعلاج هو هو ان احنا نفهم مفهوم الخضوع بمفهوم سليم اللي هو شرحوا الكتاب المقدس انه هو مثل خضوع الكنيسة للمسيح وممكن الزوجة المدللة تقرأ إصحاح 31 وناخد مثال مثلا ابي جاي الزوجة الحكيمة الرغم ان نابال جوزها كان مخطئ لكن هي حطت قدامها انها تحمي يعني 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 هي راحت لداود عشان تحمي زوجها من الخطأ اللي هو اللي هو عمل وادرت انها تقنعه انه لما يقابل الشر بالشر انه ده شيء سوف يسيء اللي هو كمان ايضا ناخد مثل في العدرة عزراء ام النور ازاي في توقيرها اليوسف وقالت لما المسيح بعد وهو سنة وستناشر سنة لما يعني كان موجود في الهيق انه كانوا بيدوروا عليه فقالت له يا ابنية لماذا فعلت هكذا بنا واذا ابوك وانا يعني حطت يوسف قبلها ابوك وانا كنا نطلوبك معزبي اغم انه ليس ابوه بالجسد لكن ابوه قدام المجتمع ومع هذا حطته قبلها يعني قدمت يوسف عنها رغم طبعا الفرق الكبير في الكرامة بين العزراء ويوسف بالنسبة للابناء وعلاقة الوالدين بابنائهم في رسالة افسس وقال وانتم ايو الاباء لا تغيزوا اولادكم بان ربهم بتأديب الرب وانظاره تربية الاولاد ده شيء مهم جدا ويحتاج لحكمة ويحتاج لنعمة الهية لانه ممكن يكون بنية طيبة الانسان يطفش ولاده ويكون سبب في انحرفهم ف فمثلا التمييز بين الابناء تمييز بين الابناء الابناء ما بيكونوش زي بعض ممكن يكون في ابن مطيع اكتر بيسمع الكلام اريب من والديه واحد بعيد شوية واحد شاطر بيذاكر كويس واحد اقل في المذاكرة ساعات بيبقى مثلا فيه ميل اكتر بيبقى فيه الولد عن البنت حاجات زي كده الوالدين المفروض انهم لا يفرقوا بين ابناء مهما كانت الاسباب لان التفرغة معناها الواحد بيفقد صفته كأب او ام وايضا ما يقارنش ساعات هنقارن المقارنة دي ساعات تخلق يعني صراع بين الولدين بين الابناء وطبعا احنا عندنا قصة رفقة يعني رفقة حبة يعقوب لانه كان يعني قريب من امه وانسان مطيع غير عيسو لكن كانت محبة صادقة بس غير وعية ما فيه محبة صادقة لكن غير وعية يعني يعني واحد يحب ولاده بصدق بس بدون وعي فعدم الوعي ده ممكن يجيب نتيجة عكسية طبعا هي نتيجة كده عملت خسرت الاتنين هي افتكرت ان هي انه البكورية اللي عقوب وقالت وخليته يخدع يعني شجعته حتى لما هو خاف قالته لا 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 روح بس خطيطك عليه تخافش لما قالها طبف ابويا عرفني لا لا متخافش يعني شجعته على الغلط رغم ان هي كان هدفها كويس ورغم ان ده كان تدبير ربنا يعني كان تدبير ربنا انه احباب يعقوب بغط عيسو فكانت البكورية هتيجي ليعقوب هتجيله لان هو قلودي عيسو بحة بس استعجلت استعجلت ولجأت لأسلوب بشري فساعد المحبة دي لما تكونش واعية بتؤدي الى نتائج مش كويس كمان الحماية الزائدة الوفر بورتيكشن بتخلق نعم الخنقة للاولاد لكل حاجة لا 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 فلازم يتعرض للمجتمع ولازم يواجه في المجتمع وشان كده التربية هي اننا اعلمه بالتدريج انه وزياخد القرار ويتحول دور في الاول في السن الصغير الاب والام بيوجهه اعمل كذا وكذا مع الوقت بقى لما يكبر يخش يتحول الدور الى دور موجه يعني احطه قدامه المجالات المختلفة وسيبه في الاخر ياخد القرار يبقى انا يعني الدور بتاعي يتنوع مع الوقت حتى المثل اللي دايما يقوله ان كبر ابنك ايه خوي يعني يعني ايه كبر ابنك خوي يعني عامله كاخلك فده يعني حاجة بنقوله حتى في الامثال الشعبية كمان ايضا عدم الاستماع يعني الواحد الاب والام تحس انه هو مسؤول يقول يعلم يوجه مش يسمع لكن مش ممكن هتقدر توجه لما تسمع يعني سهل انك تقول لا ولأ ما تروحش الحتة الفلاني لكن طب اسأل الحتة انه فيها ايه علي تكلم كمان ايضا احنا في مجتمع مختلف احنا تربينا في مجتمع وحنا جينا في مجتمع تاني مش بس الفرق في المجتمع الفرق في الزمن كمان يعني هنا حتى داخل المجتمع الواحد الزمن بيغير ففي time gap generation gap وفي cultural gap اتنين فده طب اعالجه ازاي ازاي اي بريتج الجاب دي ان انا اسمع اسمع واشوف و فكل ما اعرف هقدر ان انا ادي ادي اجابة بالذات كمان برضو في الاختيارات يعني في الناس في اختيار نوع التعليم موهم مختلف طب الواحد كل واحد يتمنى ان ابنه يبقى دكتور او يبقى مهندس او يبقى واتفهر يعني يتمنى حاجة معينة طب بس افرط يعني ميوله مش الميول بتاعتك دي فبتفرض عليه حاجة فبيفشل فيها شكرا هلما يخش مسلا كلية معينة عشان اهله قالوله وفي الاخر بيفشل ما بيداش يكمل ميداش على نفسه يعني الواحد دايما بيحط في اولاده عايز يحقق فيهم الشيء اللي هو ما حققهوش ده شيء كويس بيفرح انه الحاجة اللي انا ما قريدش حققها ابنت حققت في ابني او في بنتي بس المهم كمان ان هما يكونوا متقبلين هذا الامر وطبعا بتبقى المشكلة اكتر بقى في موضوع الزواج طبعا انتم لسه ولادكم صغيرين انما لما يعني توصلوا للمرحلة دي بتواجهوا بقى موضوع الاختيارات ذلك العلاج هو ان احنا نربي نستفيد بالسن الصغير الطفل هو صغير ده عجينا في ايدك حطه فيه زي ما انت عايز حطه فيه زي ما انت عايز مش هيقول لك لا ومش هيقول لك ليه تقول له تعالى نصلي قول باسم الاب والابن قوح قدس باسم الاب قول بابا يسوع بابا يسوع اكبر شوية قولك هو ايه فين بابا يسوع ده اللي انا بكلمه فين ربنا طب اصلي ليه وصغير وصغير الكنيسة 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 وفي جنبي في البنت مثلا حاضرت وفي جنب مامتها بعد شوية عايز اقاف مع صحابي عايز اطلع بره عايز لا مش هروح النهارده مش هروح الكنيسة النهارده فكل ما في السن الصغير ده هو ده كل ما تغرز فيه هيسنده بعدين حتى لو حرشت له هزة كده اسنده بعدين ده مهم قوي ان احنا نبتدي و ونتعلم الحوار يعني زي بقى فيه نعمل الحوار بس نحط قواعد للحوار وإلا هيبقى مجرد يعني كلام مش هيجيب نتيجة لكن لما انا اعلمه ان فيه مرجعية لينا تفقين عليها يبقى نتحور من خلال المرجعية دي لكن لو ما فيش مرجعية خلاص يعني لو هو مرجعيته اللي بيسمعه من أهل العالم وانت بتكلمه مرجعية الكنيسة والكتاب المقدس مش هتوصله النتيجة لكن لو اتفاقته الأول احنا مرجعيتنا ان احنا ايماننا وتعليم كتاب المقدس وتعليم كنستنا يبقى نتناقش فيها نقدر نوصل لنتيجة ربنا يجعل كل الأسر كلها أسر فرحة مبتهجة وانا دايما يكون يعني الفرح موجود في داخل الأسرة وزي ما اقول ان اساس الفرح هو ربنا وإله وخلصنا يسوع المسيح وكل ما نلتسق بيه اكتر كل ما نستطيع ان نتغلب على كل المفاهيم الخطأة ويكون فعلا لأسر أسر سعيدة مبتهجة ولله نتغلب ترجمة نانسي قنقر ويكون فعلا